في هذه الجزئية أحبائي خلينا يعني نفهم عدة حقائق أول شيء أحبائي أنه صلب المسيح مش شيء يعني شيء عابر واحد تظلم وتصلب لا 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 من بداية التكوين 3.15 إلى مجيء المسيح كل النبوات تتكلم عن مجيء المسيح لتتميم النبوات وفكرة الصليب حتى في مزمور 22 لدقود مكتوب ثقبوا يدي ورجلية طب اليهودي بيرجم إذا واحد مثلا جدف عقاب التجديف هو الرجم بالحجارة الموت بالرجم ولكن أنهم ثقبوا يعني فكرة التسمير فإذا هذا تتميم للنبوات شيء آخر أن المسيح نفسه طوعا واختيارا ذهب للصليب ولما صار الوقت كان يتكلم عن السيعة ثبت وجهه نحو أورشاليم لأنه هو الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها وحتى على الصليب نكس الراس وأسلم الروح بسلطانه هو يعني ما فيش أي إنسان عليه هو اللي مات في الوقت المعين في الدقيقة المعينة لتتميم النبوة المعينة بالزبط بحاذا فيرها ثم شيء مهم جدا وهذا يمكن أغلب المسلمين مننسى هذا الأمر الصليب عزيزي هو ليس النهاية الصليب هو بداية الخلاص ولكن أحبائي كان الطريق الصليب كان الطريق لتحقيق مخطط الله للفداء لخلاص الجنس البشري لأنه مجد يوم الأحد يعني بعد ثلاثة أيام قادم اللي هي قيامة يسوع المسيح فنحن نؤمن أن المسيح حي هزم الموت صرع أهوال الجحيم فكر أن الشيطان قضى على المسيح بالصليب فالمسيحية لا تنادي فقط بالصليب تنادي بقيامة يسوع المسيح ولكن الصليب هو تتميم لعمل الفداء فيوم الأحد اليوم الأول قادم فهذا هو عمل الصليب ثم أحبائي الصليب يعتبر انتصار ليه؟ لأن المسيح أكمل عمل الفداء بجدارة حتى وهو على الصليب رؤساء الدين والكل والجنود والناس طب انزل عن الصليب عشان نآمن فيك تخيل لو المسيح سمع لصوت الناس كان ما فيش إش اسمه خلاص فإذن الصليب هو انتصار الصليب هو فضح مملكة الظلمة مكتوبة قد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب إذ جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهارا جهارا ظافرا بهم فيه أي بعمل الصليب بقوة الصليب فإذن بموت المسيح على الصليب فضح ويعني نزع كل النايشين إن صح التعبير اللي كان بيفتخر حاططها في جعبة الشيطان راح فضحها وجردها وصارت كلها في النور إذ أصبح الصليب موضوع ليس عار ولكن أصبح موضوع افتخر انتصر فهو أعظم الصليب أعظم إعلان لقوة الله ليه أعظم إعلان لأنه في الصليب نرى الاتضاع الإلهي والصليب يعني الصليب هو الحل الإلهي هذا كان الحل الإلهي وفي نفس الوقت كان العلاج الإلهي لخطية الإنسان هنا أحبائي أظهر المسيح التواضع لأنه تعاطف مع الإنسان الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله معادلا يعني مساويا واحد معاه في الجوهر والكيان في الطبيعة يعني لم يتغير الشيء الثابت في المسيح لم يتغير مع أنه صار إنسان والإنسان بيتغير الشكل الخارجي ولكن جوهره وطبيعته جوهر واحد استحالي أن يتغير فإذن الصليب أحبائي هو إعلان عن هذا التواضع معادل أخلى نفسه آخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب موسيقى موسيقى موسيقى